رجل صالح توفيت زوجته وتركت له طفلة عمرها ثمانية أعوام فحزن الزوج حزنا كبيرا على فراق زوجته طيبة القلب واهتم بابنته وزاد عطفه عليها ولكنه بعد وفاة أمه التي كانت تهتم بابنته أثناء عمله قرر الزواج من أخرى لترعى ابنته وبالفعل تزوج من فتاة لم يسبق لها الزواج رغم أن عمرها اقترب من الأربعين عاما ولم يكن يعلم الزوج أن هذه الفتاة قاسية القلب بسبب تأخر زواجها وضياع حلمها بأن تكون أما بعدما علمت من الأطباء أنها عاقر ولن تستطيع الإنجاب وكان أول شيء طلبه الزوج منها هو الاهتمام بطفلته يتيمة الأم وذكرها بكلام الله تعالى في قرآنه فأما اليتيمة فلا تقهر وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فوعدته الزوجة أن كل وقتها سيكون لابنته وبعد شهر ولسوء حظ هذه الطفلة المسكينة لاقت أسوأ معاملة من سب وضرب وأبشع أنواع التعذيب وكلما بكت كتمت الزوجة صوتها وهددتها إن شكت لأبيها فإنها سوف تقيدها وتحرق جسدها بالنار تبدل حال الطفلة للأسوأ ولاحظ والدها أنها كلما وقفت تقع أرضا وترتعش كثيرا وتصرخ كلما نظرت إليها زوجته ودائما تمسك رأسها وتبكي بكاء شديدا فحاول أخذها للطبيب ولكن زوجته منعته ودعت أن هذا أمر عادي ولكن الأب أخبر زوجته أنه سيأخذها إلى خالتها لتقضي بعض الأيام هناك حتى تستريح هي من تعبها معها ودون أن تعلم الزوجة أخذ الأب ابنته للطبيب الذي تعجب بعد أن شاهد الأشعة التي أجريت على رأسها حيث وجد كثيرا من النمل داخل رأسها فأجرى لها عملية وقام بتنظيف رأسها وعلم الأب من ابنته أن زوجته كانت تضع السكر على أذنها وأنفها بعد أن تقيد يدها وهي نائمة فيأتي النمل بكمية كبيرة إليها فحزن الأب كثيرا وأسرع إلى زوجته ليقتلها ولكن تدخل الجيران منعه فأتت الشرطة وألقت القبض على الزوجة الضارمة التي اعترفت بما قامت به وعندما سألها الزوج بغضب عن سبب هذه القسوة قالت له أكثر من شهر أطلب منها أن تقول لي يا أمي فلم تفعل ورغم كل العذاب الذي لاقته مني لم تنطق بها وبعد أن طلق الأب زوجته حكم عليها بالسجن ثم تحولت إلى مستشفى الأمراض العقلية وماتت داخلها وتم شفاء الطفلة وعادت تبتسم للحياة كما كانت قبل وفاة أمها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد ترجمة نانسي قنقر